اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم ضيف الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية الأساس إلي رزق وهذه أبرز المسائل التي سأناقشها معه المواقف التي استهدفت سياسات وقيادات في دول مجلس التعاون الخليجي كيف انعكست على الاستثمارات اللبنانية في هذه الدول هل يتخطى الصراع الطائفي المتنقل المحظور ومن هي الجهات التي تقوم بحسابات خاطئة الخلاف حول صيغة قانون الانتخاب هل سببه الانقسام الحاد بين الفرقاء أم الرغبة المستترة في تأجيل الانتخابات الوضع الأمني سلسلة الرتب والرواتب إضافة إلى قانون الانتخابات كل هذه الملفات سأناقشها مع ضيفي الأساس إلي رزق الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية أستاذ إلي رزق أهلا وسهلا فيك في بيروت اليوم لكن قبل أن أبدأ بهذه الملفات المطروحة على طاولة البحث يعني والمشكل في لبنان حضرتك مستثمر لبناني في دول الخليج كنا عم نحكي ما قبل هذه الحلقة مدى تأثير يعني الوضع على اللبنانيين والاستثمار اللبناني في ضوء بعض المواقف التي تنتقد بعض الدول العربية والدول الخليجية أستاذ فادي اليوم كلنا منعرف دول العالم الاقتصادية والحضارية والمتقدمة بتوضع سياساتها لخدمة أهدافها الاقتصادية ودعما للكطاعات الانتجية فيها بينما نحن منلاحظ بلبنان للأسف أنه هالسياسيين والسياسات العم تنوضع ما عم تاخد بعين الاعتبار وين مصلحة لبنان الاقتصادية أو دعم إذا بدك الكطاعات الخاصة والهيئات الاقتصادية اللي هي الركن الأساسي بالاقتصاد اللبناني كون معنا موارد أولية أو موارد تانية أخرى مثل ما فيه بباقي الدول الخليج نقدر نتكل عليها بتلاقي أنه دائما عم تاخد الاقتصاد خدمة لأهدافها والسياسيين والسياسات هذا عم يعملنا مشكلة الموقف اللي صدر من مدة من أحد الزعماء الممثلين للحكومة ما بيشجع وما بيساعد وما بيخدم لأنه اليوم أسرع مكان لتوظف فيه فرص عمل خريجين لبنانييني دول الخليج وهذا أكتر مصلحة له فيه لبنان كونه شو بيستفيد من اللبناني المكين في دول الخليج ماديا والتحويلات اللي بيحولها ودعم العائلات الموجودة في لبنان وسياحيا كونه هو اليوم بغياب أي سياحة طيب ما بدنا سياحات خليجية ما بدنا سياحة دولية ما بدنا سياحة من أي مكان كمانا بدنا نخلي هاللبناني اللي قادر يعمل سياحة في لبنان نحرم حالنا ومواردنا من هذا اللبناني من هون خلق ضغط ما كان بمكان وما كان موفق أداش أثر المواقف السياسية اللبنانية ضد بعض الدول الخليجية إلى أي مدى ما بعرف إذا كان بالأرقام أو مش بالأرقام بالمعنى أو بالمادة إلى أي مدى أثر على اللبنانيين وعلى الاستثمارات اللبنانية هناك لا طبعا عمل تأثير معنوي كبير ودول الخليج كانت متجهة إلى أنه اتخاذ مواقف صارمة بحق اللبنانيين المقيمين بأراضيها وإلى الحق اليوم لما بتحس هذه الدول أنه أمنة بيتعرض أو مصلحها الاقتصادية أو هي عم تتعرض بالشخصة ما بتقول لك أنا يعني ما قلي مصلحة أني إلا ما أخذ إجراءات تحميني سياساتي الخارجي وسياساتي الداخلي يعني شو هي الإجراءات وقف التأشيرات بلشنا نلمسها يعني هذي هوني مش تهويل ونحن بدنا نحاول بكل دول الخليجية بكل مجلس تعاون الخليجي نعم هناك بدأت دول خليجية توقف أعطاء تأشيرات زيارة وبدأوا يدرسوا جديا وقف أعطاء تأشيرات عمل إقامات عمل وللانتقال لاحقا إلى يعني أخذ إجراءات بحق لبنانيين إذا بدنا نقول أقله عندهم انتماء علني لطيارات سياسية ما ونحن ما منتمنى هالشي لأنه كلنا كرجال أعمال مستثمرين بدول الخليج عندنا موظفين من كل الانتماءات والطواقف والمذهب يعني عندنا من الطيار الفلاني على الطيار الآخر على الطيار الآخر ما منميز لما بدنا نوظف إلا على الكفئات وبعدنا حر كل واحد بقناعاته السياسية من هون كان عندنا عتب على الحكومة نحن كلبنانيين واقتصاديين أن الحكومة كان لازم تأخذ مواقف جريئة أكتر متقدمة أكتر بس وجدنا أنه غرفة التجارة والصناعة ممثلة برئيس الأستاذ محمد شئيل نوجه له شكر قام بمبادرة خاصة من قبل الغرفة وعمل جسد تجاه أحد الدول الخليجية الكبرى لإعطاء صورة مختلفة عن اللي لمسنها لأنه كان في بعض محاولات رخيصة ودنيئة جدا لتشويه صور قادة خليجيين نحن منحبهم ونحن منحترمهم ونحن ما في أي عداء خاص نحن وياهم الحمد لله الأجهزة الأمنية تمكنت من كبتا بمحلة وما خلتها تنتشر هذه الظاهرة وأنا أخذنا تأكيدات أنه يتخذ إجراءات قضائية وقانونية صارمة بحق اللي عملوا هذا الشي بس صرنا نحن كرجال أعمال مكمن بالخليج عم نشوف أنه الحمد لله في غرفة التجارة وصناعة وزراعة في بيروت وجبل لبنان عم تطالبنا بحقوقنا وعم تحافظنا حقوقنا بوقت غياب تام لحكومة نائية عن نفسها حتى عن حماية مصالح ابناء أبو الخليج لا شك أنه الدول الخليجية مجلس التعاون الخليجي تربط علاقتها مع المستثمرين اللبنانيين الذين يعني عم يعطوا منفعة لهذه الدول بعلاقتها بالحكومة اللبنانية هيدا شو؟ ليش الرابط؟ بالسياسة كل شي معقول لكن لماذا الرابط بين علاقة الدول الخليجية مع الرعاية اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين على أراضيها بعلاقتها مع الحكومة اللبنانية السؤال جدا بمحله أستيس فادي وأنا بقدر أكد لك متل ما سيأكد لك كل اللبنانيين الموكيمين هوني نحنا موكيمين بدرجة مميزة عن باقي الجنسيات في دول الخليج وأي لبناني من أي طائفة انتمع بيشعروا بيتلمس هالشي نحن لا نعامل لا نعامل في دول الخليج بأي دولة من دول الخليج كأي موكيم أجنبي آخر لدينا كل الاحترام وكل التعامل بيروكي وبأخليقية وأنا دايما بقول أستيس فادي لقول المشهور أنه ما ننسى اليوم الزل بالوطن غربي بس الكرامي بالغربي وطن نحنا كنا عايشين كراماتنا وعم نستثمر وأنا معلي يعني لبناني بدي أقل لك مسيحي لأنه كلنا الحكي طائفة وعندي شركات أنا مساهم فيها مية بالمية بالسعودية وأعامل مثلي مثل أي شركة سعودية أخرى بنفس الحقوق والواجبات لا نتميز عن الآخرين بل في معاملة تفضيلية لألمن شو لنا مصلحة نحنا نجي نأثر هلأ اللبناني يتميز بخدماته صح بس هناك جنسيات أخرى كمان ممكن تعطيه متل اللبناني إذا ما كان أحسن يعني إذا اليوم تم الاستغناء عن خدمات اللبنانيين دول خليج مش حضبت مسيرة نموه أو تقدمه بالعكس ورأينا في عامل منافسي يعني بيلعب دوره طبعا وفي عامل منافسي اللي يطبق بدبي بوقت دبي كانت الجالي اللبناني هي الرائدة إلى أواخر التسعينات أنا بقدر أكد لك من الألفان وطلوع اللبناني تراجع أمام المنافس الأسيوية والهندية والإنجليزية وكل الناس بتعرف هذا الشي بكل الكطاعة كطاعة الإنشاءات الصناعة الخدمات الإعلانات الفندقة الواتلات لكننا نحن رواد بهذه الصناعات في الخليج لا في عامل منافس بقى اللبناني ليس الوحيد المتميز عالميا أننا دائما بنا نكون قاعدين ومفاكرين حالنا أنه إذا العالم استغنت عننا يعني ماته الجوع بنا نتقوقع مش مزبوط هيدا يعني العلاقة المشوبة بشيء ما بين الحكومة اللبنانية والدول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد إلى علاقة سياسيا بما يجري في هذه المنطقة وهذا الصراع الدائر في هذه المنطقة أم علاقة ثنائية بس لبنان دول مجلس التعاون الخليجي أو إلى يعني خلفيات إقليمية نحن خلينا نتوفى على شيء لمسنيه بإيذاء هذه الحكومة هذه الحكومة تفتكر إلى الحد الأدنى من التوافق السياسي أقله بينها رموزها وأركانا ومكوناتها إذا ما بدنا نروح بين المعارضة والمولاد إذا بدنا نروح تغري على الجسم الحكومي وهذه الحكومة تفتكر إلى رؤية اقتصادية اجتماعية سياسية ما مرفوقة بخطة عمل وخارط الطريق وهذا لمسنيه إذا كانت أوقات ارتفعت أصواتنا للمطالبة برحيل هذه الحكومة مش محبة بالمعارضة أو كرها بالمولاد أو تفضيلا لفريعا لآخر بل أكتر منه هو قناعة أنه هذه الحكومة تفتكر إلى الحد الأدنى للتوافق السياسي بينها رموزها وحنلم أن نلمس بخلال حديثنا وين المحطات اللي فعلا بتلاقي أنه ما فيه تنسيق أبدا بين أعضاء بقى هاي دي تقصير قصة تقصير يعني طبعا هناك جهات في الحكومة إلى أجندات أخرى مرتبطة بأهداف أخرى بس هذه ما لازم تأثر على مجلس الوزراء مجتمعا اللي هو عادة بياخد القرارات وفي رئيس حكومة ولو كان فريق من الوزراء عنده أجندة أخرى تختلف بس فيه إداء حكومة متكامل هو اللي لازم يتحمل المسؤولية عظيم من هون خلينا نروح إلى السياسي المالية الاقتصادية لهذه الحكومة انتلاقا مما يجري من البحث عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب هناك مشكل أيضا حول ما هي مصادر هذا التمويل أنت رجل أعمال وعندك نظرة اقتصادية معينة في هذا المجال كيف تقرأ أداء الحكومة كيف تقرأ اقتراحات التمويل التي يعني تقترحها الحكومة لش في اقتراحات موحدة من الحكومة هذه أحد محطات عدم التنسي أظهرت الانقسام نحن الهيئات الاقتصادية ما حدا يفهمها غلط نحن اليوم عم ننقل صورة نحن كهيئات اقتصادية أو رجال أعمال أو مسؤولين بكتاع خاص مع أن الموظف يتقدم وياخد حق بالزودة وما حدا ضد أنه يلاقي هالموظف عم بيتعب وعم بيشأن وياخد حقه وياخد الزيادة متفقين على هذا الموضوع بس نحن كل اللي عم نقوله وكل اللي من طالبه هالحكومة وزير يطلع يقوله وهاي دي صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة بيعدك مقابلات يطلع حدا وزير يعطينا رقم موحد لكلفة تمويل السلسل وزير بيقول لك بيتام مليون وزير بيأخدك عمليارين وزير بيأخدك يعني هني مش متوافقين مع بعض حتى لما اقترح إرادات الطابق الميئاتي وكمان تم إثبات أنه طابق الميئاتي ما بيعطي المردود اللي كان موعدين فيه ومنه ثابت هذا المردود ثابت هذا المردود يعطينا على النمو الاقتصادي وعلى الازدهار وعلى استقرار الأمني اللي مش موجود حاليا شو اللي صار خلى رئيس الحكومي يكون بموقع هو ولايئات النقابية أنه ما قادر يقلون الحقيقة وصار وصل الأمر إلى التأزم اللي نحنا موجودين فيه نتيجة عدم تأمين حد أدنى من التنسيق أو التوافق بين أركان الحكوم طيب ما في إلى موارد لهذه السلسلة طبعا إلى ما في شي ما إلو حل طبع ليش يعني مخبيين هذه الموارد نحنا اليوم إذا رحنا ترحنا كطاعي لا أعطيك فكرة استيس فادي من 2010 كان حجم الاستيرادات بلبنان عبر المرفأ 17 مليار وصلنا على 2012 20 مليار فيه زودة 3 مليار بل ما يرفقها زيادة بإيرادات الخزينة من الجماري رفقها تدني 555 مليار بالإيرادات طيب أنا زدت إيرادات الخزينة من الضرائب يعني هون هذا الموضوع برسم الرأي العام برسم الإعلام برسم القضاء أنه نحنا عم نسمع أرقام أنه هون صار في زودة بالإيرادات بالإستيراد بحجم الاستيراد 3 مليار بخلال سنتين رفقته بل ما يرفقوا زودة بالإيرادات بالإيرادات الخزينة صار فيه تراجع وتدني وهي أرقام فيه واحد يتطلع فيها ويجيب أجهزة قضائية وإعلامية ويفود بهذا الملف ويفتح ويشوف من المؤثر لأنه هيا مثلا كان فيها تمول إدارة كطاع الكهرباء قدي عم يدير بيحط خسائر على الخزينة وكل الجهود وكل اللي نعمل هلأ بالكهرباء وما حدا عم يقدر يلاقي لأحل ليه الهدر اللي عم يصير بالكهرباء ما بيقدر يمول يعني هون في معن حق الهيئات النقابية إنه بهالمطالبات وهونيك تأثير كبير بالحكومة بس نحنا كرجال أعمال أو هيئات اقتصادية نحنا بنتفهمهم هن الهيئات الاقتصادية ما فيهم إلا ما يجي يقولوا للحكومة يا خي نحنا لحنا أعطيكم هالزودي بس قولونا في رأي لدى الرأي العام بيقول أنه الهيئات الاقتصادية أصحاب رؤوس المال الكبرى هي التي تضغط على الحكومة عم تشكل هذا اللوب الضاغط على الحكومة كي لا تقدم سلسلة الرتب والرواتب هذا أحد العوامل هي لصحح لك استيس فادي هي عم تضغط على الحكومة لا تقلا لاقي مصدر تمويل مش ما تعطيها إذا عطت الحكومة بلا ما تلاقي مصدر تمويل هناك ضغط من المؤسسات المالية الدولية على مصارف لبنان وهذا منه سر عم ينعلن بتخفيض تصنيف الخدمات المصرفية أو الخدمة المصرفية للبنان وهذا ما أحد له مصلحة فيه وإذا زادت اليوم الضغط والأعباء على العجز وعلى الليرة في خطر على العام أنا اليوم إذا بدي حل المشكلة صغيرة ما بعرض البلد كله اقتصاده وماليته واستقراره النقدة يعني ما بقى في شي مستقربة البلد إلا النقدة بيجي بدق فيه لحتى أعمل حل موضوعة أو شعبوة أو مؤقد لأرضي فئة من الناس بعدين هيئة التنسيق إني أبيب لا تعرف إذا عطت الزودي بلا تأمير موارد لألة وقالوا يعني وصلت لن بالآخر اللي حيعطوية بإيد حيترفق مع ارتفاع بالضرائب بإيد تاني غلق معيشة تضخم بقى كل اللي عطوية بإيد حيروح بالإيد التاني إذا ما ترفق مع خطوات علمية أكتر بتكبير حجم الاتصاد خفض النفاقات ترشيد الإنفاع طب أستاذ إلي أنت بتعتبر أن هذه مسؤولية حكومات متراكمة أم مسؤولية هذه الحكومة بالذات معروف أنه سلسلة الرتب والرواتب عم تعمل مشكلة من عشرات السنين مش من هلأ إنما هو الغلط يلي مربما اكترفته الحكومة إنه اعترفت وأقرت السلسلة من دون البحث على التمويل مش أول مرة من لي إستاذ فادي إنه هناك حكومة من لون واحد حكمة الحكومات السابقة ما كان فيها طلت معطل كانت قادرة الحكومات السابقة لم يمكن أن انتمت سياسيا قادرة تحكم لحالبة لطلت معطل لن حكمها كان هناك دائرة اليوم في رأيان ضمن الحكومة مبارح سيد حصل نصر الله عبر إنه ما تعلقوا ضمن الحكومة أقروها بعطوها لمجلس النواب خلي مجلس النواب يقرة يصادق على هذه السلسلة علما إنه رئيس الحكومة بعضه مصر إنه يبحث إنه عالقة في مكان ما مصدر تمويل ما فيه كل المقاربات للتمويل عم تصددين بحاقة مسدود اليوم إستاذ فادي من هو اللذي يحكم هل هناك مكوينين سياسيين في البلد ١٨ عم يحكموا وحدا معه طلت معطل لو أكتر لي ولا فيه فريق واحد لون واحد لهو ٨ أدار أنا كي بدي حمل المسؤولية لـ ١٤ مثلا مش معناتها أنا عم قول هوني معه حق هون ما معه بس لما كان فريق ١٤ أدار هو حاكم وكنا دايما نحنا نقوم ضده بها القصة كان عطي ٣ معطل لفريق ٨ أدار وما كان يقدر يحكم لحاله فكان فيه شراكب الحكم وشراكب المسؤولية طيب إذا ما نحكي عن مصدر تمويل لنحنا كنا عم نحكي عن المرفأ الكهرباء وقف الهدر ما حدا عم يحكي عن الأملاك البحرية ليش ما حدا بيحكي عن الأملاك هل هناك يعني تابو ممنوع حدا يحكي عن الأملاك البحرية لأنها أملاك الطبقة ما باعش ما بدي سميها الحاكمة في البلد أو طبقة الرئيسة نحنا مع أي مكان هناك فيه هدر لخزينة الدولة نحنا مع فتحه لأنه نحنا مشكلتنا بالبلد استيس فادي هناك من يطلق شعارات إصلاح وتغيير وهذا بس بتلاقي أنه مشكلتنا مش بعدم وجود قوانين مشكلتنا هي باستنسابية وانتقائية بتطبيق هذه القوانين أحيانا وعدم تطبيقها أحيان أخرى لحتى أصبح هناك فساد صديق وفساد عدو وحتى وصلنا للعمالة في عميل صديق وعميل عدو أنا ما بدي أعمل فساد صديق وفساد عدو يعني أنا بيجي بعمل كتاب مثلا عن فساد بمكان ما يخص فريق سياسي من ومعن بالسياسي كتاب العميل يعني أوكي وبيجي بتوقف عند كل مكامن أنا معك نحنا إذا بدنا نفتح باب المحاسبي ومعاقبة ومعاقبة الجميع من نفوت على كل من ساهمه بالفساد وبالهدر بأموال الدولة ما بيجي بعمل أنا على فريق سياسي موالي بحمي من نأذي بالفساد وبغطيله فساد وبغطيله هدره وبروح أنا بس بلك الدواء على فساد في مكان آخر إلى أي مدى بهيدا الإطار بتعتبر أنه المعارضة مأسر قتير بالإضاءة على مواطن الفساد يلي حضرتك عم تقول عنها للأسف استيس فادي أنا اللي صرت عم لاحظه أنه ما حدا مأسر حدا بالإعلام بس الرأي العام ضاع قد ما يعني رحنا أفقدنا مصدئية للكوى الأمنية وقفد أدنا المصدئية لقراراتنا القضائية وأحكامنا ومؤسساتنا بطل هالرأي العام احتار مين بدوا يصدق لأنه اليوم اللي عم نعمل بمؤسسات الدولة من تعرض لالقيام بعملها بشكل منزه وبعيد عن السياسة خلى المواطن والرأي العام احتار مين بدوا يصدق اليوم المعارضة عم تطلع التليفزيون وتفرجيك أرقام بيطلع المولد بيعمل لك أرقام متبادلة ما بيتحرك جهاز قضائي واحد ياخد حكم قضائي واحد ويثبته بالوقائع والأدلة ليجي الرأي العام يقول خلاص اليوم في قضاء منزه قال كلمته بس حتى صاروا بالقضاء عم بيخونوك ويقل لك ايه هذا القضاء لأنه تابع لثماني قدار عمل هذا القرار وهذا تابع لأربطعش عمل هذا القرار يعني الفريقين أو هناك استباحة لكل شيء اسمه مصدقية لو وصلنا برأيك لهون استباحة لكل شيء حتى للقضاء حق استقواء السلاح على الدولة منطق السلاح على منطق الدولة ويعني دايماً نحن نعرف بكل بلدان العالم استاذ فادي تبدأ مشكلة كبيرة وتصغر إلا بلبنان بتبدأ المشكلة صغيرة وبتصير تكبر 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 وما رؤيت حدا في علاجها بسيلة علاجها بتكلفك أكتر بكتير منها وعلاجتها عندما بدأت هالإمعان هيدا بأنه ما نطبق فعلاً سيادة الدولة وأجهزتها على كامل الأراضي اللبنانية وشايل السلاح من فريق وما تخليه بفريق آخر وما تعمل استنسبية وانتقائية بتطبيق القوانين خلى أنه يكون فيه هالإمعان يعني لكن مش بس الفئة التي تحمل السلاح يلي حضرتك عم تغمز من قناتها هي التي تستقوى على الدولة يعني صار يعني الاستقواء على الدولة صار إذا بدك مثل المرض يلي بيعد أنا خنيني صحيح حون أنا ما أصدي بفئة أصدي بالفئات لأنه اليوم ما عد في فئة للأسف هذه الفئة التي بدأ بحمل السلاح ضد الدولة ولم تجد من يردعها بل وجدت من يغطيها ويدعمها ويقل الله الله معك ونحن حمينك وانت سلاحك جاي من الله ومدري مش من وين سمحت إلى فئات أخرى بدأت تظهر بحمل السلاح وصننا نحن المعتدلين أو اللي بنحبها الدولة أو بدنا الدولة تمشي وقفين بالنص والناطرين شيل وأنا شيل يعني علقانين فريقان ببعض الفئات الحاملة السلاح بلشت عم تتواجه ونحن بالنص بوجود دولة أمعنا كلنا بتفتيتها وفئادها يبتع يعني هناك محاولة لخلق هذا التوازن في حمل السلاح هذا التوازن في الرعب وفي القوة صح هذا توازن سلبي على حساب بسط طائبة الدولة صح هذا توازن رعب سلبي مش إيجابي أوقات تعمل أنت توازن إيجابي لما تكون حامل سلاح ضد دولة عدوة ضد دولة برات أرضك مش بتعمل سلاح بين الجار والجار وبصير الخالق هاي دي الحالي من الاستفاف المذهب والتأزم والخطاب الطائفي المستعر والناس قاعدة على أعصاب بعضها يعني هوني أي خطاب بدك تحاول الناس لما على التليفزيونات يعني المقيم في لبنان حيهشل ما بقى بدنا نحكي كيف بدنا نجيب سياحة من بره يعني بتعتبر سازي لي أنه هناك رفع من مستوى الخطاب الطائفي بطل فيه إلا خطاب طائفي يعني نطلع فيه على الرأي العام مذهبة كمان مذهبة مذهبة شو خلفية يعني كمان منطق السلاح طبعا لما خلص ما له خلفية إقليمية كمان لما أخدنا قرار كان عندنا فرصة للأسف متى أخدنا القرار بوقت لبنان أمريكا تعتبر بلد الفرص بالعالم لبنان بيعتبر بلد فرص الضائعة كان عندنا فرصة ذهبية باستشاد الله يرحم الرئيس شهيد رفيق الحريري أخرجنا جيش سوري من لبنان حررنا أراضينا من العدو الإسرائيلي بالألفين ورحنا على فرصة ذهبية أنه ما باعنا حجة خلونا نروح نبني دولة يا جماعة وبدنا نقود دولة وبدنا إذا بدك نطهرها من رواسب الوصاية السورية والاحتلال الإسرائيلي لأنه اتنا نأمعنوا ببناء سلطة مزيفة من فوق مركبة من فوق مش مركبة عبر الانتخابات وأكيد بعدين نأتي إلى ذكر الانتخابات كان عنا فرصة ذهبية بهالتظاهرة اللي سميت بـ 14 أدار وكانت مكوناتها من كل الطواقف من كل الأحزاب أنه نقول كفى لأي سلاح خارج سلطة الدولة وخلنا نروح فعلا على دولة وهيبة دولة وسلطة وبعدين نحن كأحزاب نتنافس بشكل ديمقراطي على برامج تنموية برامج اجتماعية اقتصادية مش نتنافس على مين بيحمل السلاح أكتر ومناطق أمنية يعني حررنا الدولة واختلفنا أي دولة نريد الخلاف اليوم أي لبنان نريد مثلا أو شو شو يعني شو خلفية الخلاف اليوم بغض النظر إذا كان هناك صراع مذهل إذا بدنا نحكي كمسيحي أول ما دخلنا بالحرب الأهلية بالـ 75 كانوا يقولون إذا أنت فنيئي ولا عربي بلشت الحرب قتلنا بعضنا 15-20 سنة لنشوف إذا نحنا فنيئي ولا عرب بالآخر نلالهم يا خي بأمركم باتفاق الطائف نحنا عرب تفقنا اليوم عم بيهدك ليقللك إذا أنت فارسي ولا عربي أهلية بحاجة كمان الحرب أهلية لنروح نشوف إذا لبنان فارسي ولا عربي معقولي لهون يعني هادي الممارسة اللي نحنا عم نشوفها اليوم نحنا أنا الصراع اليوم لكن الصراع اليوم المترجم في لبنان هو صراع فارسي عربي طبعا إذا لبنان بد يكون هو ضمن المحور الإيراني السوري بصراعه مع الدول العالم وصراعه مع الكونية وحروبه الكونية ولا لبنان بد يدل ضمن فلاك الجامعة العربية وعضو مؤسس وعضو فاعل ضمن المنظومة العربية هذه العنوان العريب خلينا نروح لبريك رح افتح الملف الأمني ومن بعدها ملف الانتخابات لك بعد البريك لو صحيح مشاهدين الكرام بريك أصير ونعود إلى بيروت اليوم أهلا بكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم ضيف الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية الأساس إلي رزق أساس إلي انطلاقا من هذه المقاربات التي كنا نعالجها ما قبل البريك يعني خلينا نفتح هذه النافذة على الملف الأمني يعني اليوم وكأن إذا بدنا نستند إلى ما قاله قائد الدرك هناك من نصق ووحد تحرك الإسلاميين في مختلف المناطق ظهرا يعني ثمة من يرمي القنابل في بعض الأحياء ويهرب ما يحصل في عبرة ما حصل في مسجد الأمين ما يحصل في في سجن رومي يعني وكأن الحبل كتير يعني ينتظر الانفجار شو بتقول ما في شك ما في شك قداشه وضع يعني كما تقرأه خطير هل نحن على أبواب فتنة مثلا أو شو هو أكتر ما يشكل خطورة بالوضع أنه ما في توافق سياسي اليوم عندما يكون هناك توافق سياسي ما في خطورة على وضع أمن بس بهذه الخليفات السياسية ضمن الصف الواحد أوقات لمقاربة الموضوع الأقليمي لهو اللي عم بيرخب زلاله على الحال اللبناني اليوم نحن إذا عم نمرق بهذه الأزمات أو بهذه الفلتان الأمنية أو بهذه الضغوطات الأمنية هي لأنه في جارة تتعرض أو داخلة بنفق أمن طويل عريض ونحن ما عم نعرف نلاقي توافق سياسي بين بعضنا يحصن صحتنا الداخلية أمام انعكاسات وارتدادات يعني نحن ما نعيشه هو انعكاس الوضع الإقليمي الوضع السوري بالتحديد خاصة في ظل تقاوز حكومي أو توافق سياسي في موضوع الأمن نعم لأنه انت كان فيك تعيش باللي عم يمرق بالسورية وما تتأثر فيه إذا كان فيه توافق سياسي وغطاء غطاء أمني نحن رحنا على طاولة حوار قبل ما نروح إلى طاولة الحوار يعني فيه فريقين متهمة اثنين يتهموا بعضهما 14 أدار بل طيار المستقبل بيقول أنه حزب الله يقاتل في في سوريا وحزب الله يقول أنه المستقبل يمول ويقاتل وأكبر دليل على زي كمان يسنت حزب الله شباب تلكل طيب وكأن اللبنانيين هن عم يستجلبوا هذا المشكل على لبنان بسيطة استيس فادي هل حزب الله اليوم قادر على إنقاذ النظام بسوريا لا هل طيار المستقبل قادر على إسقاط النظام بسوريا لا بس حزب الله وطيار المستقبل قادرين إنقاذ لبنان أو إسقاطه مسؤولية مشتركة طبعا بتوافقهم وباتفاقيتهم اليوم في مصلحة عليا في مصلحة وطن ما بقى فيه مصالح ضيئة أينية أكليمية إلا عليقة واليوم ما فيك تيجي أنت كرميل أهداف أكليمية تعرض سحتك الداخلية إلى إذا سقط الهيكل سوف يسقط على رؤوس الجميع لو حت يزمط منه لا حزب الله ولا المستقبل ولا المسيحي ولا السني ولا الشيعة هل مسموح هذا التوافق السني الشيعي هل مسموح التوافق بين طيار المستقبل بين طيارات الإسلامية السنية والطيارات الشيعية وحزب الله حركة أمل طبعا برأيك في خط أحمر للابتعاد يعني ممنوع التقارب عم نحلل إذا ما بدأ كتفو بهذه لا دائما نحن منراهن على وطنية زعمائنا لأنه منحسوا نواب بيوصلوا لمرحلة ماء وبيقولوا لأ هون خط أحمر وأنا برأيي ملف سمح المملوك ما كان ليحصل لو كان فيه هناك ناس ما قالوا لأ على خط أحمر ماء ما بدون يتجوزوه بتحالفاتهم الأكليمية إذا بدنا نغمئ شوي بدنا ندلن راهن على وطنية الزعماء الموجودين وعلى إدراكهم أنه اليوم في عندهم هامش ما يقدروا يلعبوا فيه وإذا تخطوا هذا الهامش حيفلت المارك من يقدر رفع إيده عن ميشيل سماحة ووضعه في يد القضاء اللبناني وهذا الدليل أنه فيه خط أحمر ما بدوا يتجاوز وحزب الله لأنه لو كان بدوا يلعب هالدور ما كان نوجد سماحة فيه ناس بتقول لاش ميشيل سماحة لأنه فيه غير وقال لا هو قال ما طيب ما رح تطول كتير بموضوع الأمني لأنا عندي موضوع بس خلينا لاشو طولة الحوار لما هي فيه توفع على سحب السلاح الشرعي خارج المخيمين لم ما مروا على تطبيقه هدا هذا سهل هدا ما هلو عليها اليوم سلاح الفلسطيني وليس الشرعي طيب خليني روح إلى موضوع الانتخابات بدك تفوت فيه قبل سوريا لأنه خليني يفوت فيه قبل سوريا معلاش لأن تأربح هذا الوقت شعن بيصير على صعيد الانتخابات يعني أرتودوكسي بعضه موجود مثل ما إذا بدأ استند إلى ما قاله السيد حصل نصر الله باقي الأرتودوكسي لكن إذا ما توفقنا على هذا فلنذهب إلى لبنان دائرة انتخابية واحدة يلي يعني يعني الأعدل القانون العادل الصيغة العادلة يعني بتأمن كل شي شو عم نشوف اليوم نحن على صعيد الانتخابات أنا عم شوف استاذ فادي هناك جهات ما بدأ تعمل انتخابات وكفانا ضحك عن الناس وكل يوم نطلع لهم بقانون وكل يوم نخلق لهم مسرحيات لأنه اليوم هناك أمور ملحة أنا برأيي أحسن نصارح الناس أنه نحن كطبقات سياسية موجودة فشلنا أنه نوصل لتوافق ما لنقدر إنتاج انتخابات تؤمن الحصص لألنا هني عشو مختلفين ما مختلفين على برامج بيئية ولا اجتماعية ولا اقتصادية تحسن من المستوى المعيشي مختلفين على الكراسي مين بيطلع لهم حصة أكتر شي هذا الواقع بقى اليوم هناك جهات ما إلا مصلحة تعمل انتخابات وفي توافق على هذا الشي وأنا بيعطيق حتلا نشوف من هي الحكي اليوم بلش هل هي يتم تأجيلها تقنيا ولا تمديدة حتى ما نطول الناس ونضيع لهم وقتهم أنا بتذكر حيثي طريفي اتصلنا بأحد الأصدقاء اللي عنده شركة أحصاءات قلت له أنا بدي منك بطل بقى تعملي أحصاءات بدي منك بتصير تعملي كورسز كيف أصوت أو أقترع على هالقوانين وكيف أترشح إذا طلع بي أترشح لأنه ضعنا يعني كليوم قانون وكليوم كذا والانتخابات بعد شهر وانت مطلوب منك يا مقترع أو يا مرشح انك انت تطلع تصير سيبواهي باللغة العربية وبالقانونية وبالفقه وتفهم كيف بدك تصوت هذا كله يعني هرتقة لأنه اليوم أي بلد بيحترم حاله المفروض أول ما تخلص الانتخابات يتم اتفاق على قانون ويعتمد على طول بيصير الواحد يعرف كيف بده يقترع وكيف بده يترشح وكيف بده هذا إذا انت فعلا جاءت كطبقة السياسية بإحداث التغيير لأنه لبنان الوحيد استيس فادي ما بده ربيع عربي مش بحاجة لثورات عنا انتخابات كل أربع سنين فينا نغير عبرها بس شو بدك أنت تعمل انتخابات كل أربع سنين من غير أنون لكن اليوم من هي الفئة السياسية التي تريد تأجيل الانتخابات هناك اتهامين لكل فريق يتهم الفريق الآخر بارح سيد نصر الله قال ما زال كل المشاريع الاقتراحات يلي عم تدرس بيقولوا 14 باط إنه بتاعت الأكترية لثمانة ليش نحنا ما نكون ما نأجل الانتخابات هاي مقاربة انت شو بتقول من يريد تأجيل الانتخابات أنا بقول إنه أوقات عنا فعلا نحنا إيادات سياسية عن جد يعني شي بمجد شي بيشاف الحال فيهم لما بيختلفوا بيختلفوا علينا لما بيتفوا بيتفوا علينا هاي مقاربة هاي مقاربة هون تلاقيت مصالحهم كلهم بتأجيلها وما حدا له مصلحة يعملها لأنه هلأ آآ كل القوانين اللي كترحات يعني أي قانون فيك تاخده بشكل جدي وتعمل انتخابات بتجون إذا يعني كنا مش قادرين نروح نعمل قانون القضاء اللي شوي في تجربة إذا بدنا نحكي جد هلا إذا بدنا نضيع وقت ونحكي بقوانين عم تطرح من هنا وما هناك منكون عم نقيم قوانين القانون الموجود أكتر شي على الطاولة عندما تراجع أو سحب الرئيس نبيه بري مشروعه مشروع المختلات فيه الأورتودوكسي وفيه مشاريع أخرى مبنية على المختلات كل فريق بقدم مقاربة جديدة الأورتودوكسي الذي يؤمن التمثيل المسيحي مئة في المئة ابن جزين هذا الجيب المسيحي في الجنوب كيف بتشوف الأورتودوكسي أهم ما في الأورتودوكسي استيس فادي أنه هناك فريق اعتبر حاله بعد اتفاق الطايف لأنه دائما لازم تروح على المشكلة وتعالج أسباب المشكلة لتفهم شو عم بيصير بالواقع للأسف ما منعمل هيك في لبنان منصير نقوص على بعضنا بالنتائج مش منعالج الأسباب من 92 هناك فريق همش من بعض الطائف هجرت كياداته اعتقلت سياسياً وتم استبعاده من الحياة السياسية ونعملت انتخابات بمن حضر في 92 في نواب مسيحية يأجو بثلاثين أربعين صوت شيء عقلة التمثيل المسيحي بوقت تم مراعاة مثلاً تمثيل الدرزي صار ينعمل قانون محافظة وقضى وحضرتك ابن الشوف بقضاء أبن كسروان بس كنا تابع الشوف بس للهوية للمحافظة على الهوية الهوية الكسروانية بدي يقول حضرتك مطلع على ما يجري بالشوف اليوم هني بيعملونه استثنائياً ولمرة واحدة أنه قضاء بالشوف وعليه للمحافظة على شعبية وحيثية وليد جملاء بشيء معناتها فيه فريق مسيحي أنا عندي عائدة التمثيل المسيحي أنا اليوم كلما أبعمل انتخابات هناك فريق معاكس لأيلي بيتياري المسيحي بيتهمني أن أنا طالع بأسواق السنة وفريق الثاني بيقول له أنت تطالع بأسواق الشيعة نحن خياطونا صح التمثيل المسيحي والأنون سموه مثل ما بدكم يعني شو ما تسمى الأنون لإعادة الاعتبار للقيادات المسيحية السياسية التي فعلا تمثل الشارع المسيحي لأنه كلنا بنعرف اليوم دروز ممثلين بقيادات سياسية موجودة على الأرض والسنة كذلك الأمر والشيعة الأخوة الشيعة كذلك الأمر ما في إلا المسيحيين رغم وجود عودة كياداتهم السياسية من المنفى ومن المعتقل السياسي نجد أنه بعده في مين عم بيجيب لهم نوابهم وعم بيقرر عنهم نصب بقى هي هادي هون المشكلة ما اسمها لقاء أرتودوكسي أو اسمها أي لقاء تاني إذا نروح نحن نقعد على طاولة ونتفق على قانون يعيد إلى تلك الطائفة التمثيل الصحيح ما حدا عنده مشكلة ما حدا يعني أنا ما بعتقد حدا لقيت الأرتودوكسي علما أنه البداء الموجودة يعني في عدة طرحات ربما مش طالعة للعلم ودرست في الكواليس لكن لماذا يعني مش عم نقدر نتوصل لنتيجة هل البحث عن قانون يرضي الجميع أم بدنا نعرف أي أنون يعطينا الأكثر في جهات ما بدأ انتخابات لو هناك فعلا إرادة حقيقية عند القيادات السياسية الحالية لإجراء الانتخابات كانت تجرى الانتخابات في مواعيدها ولح يعملنا انتخابات بسعة الستين بالألفان وتسعة وكنا طالعين من ثمانية أيار سبعة أيار ونعمل انتخابات بالألفان وخمسة بالألفان وستة كنا طالعين من جريمي استشهاد هزت وعدة اختيالات كانت هزة البلد أمنيا وعملنا انتخابات كان هناك توافق على إجراء الانتخابات صح؟ اليوم أنا برأيي ما القصة مش قصة قانون القانون هي إذا بدك ملهات مسرحية عم يعطونا إياها لنحن نجر فيه أنه تحت أي قانون ويوصلنا عن جون صار بنا نعمل تأجيل تقني اليوم بعشرة أدار يعني الموعد النهائي لدعوة الهيئات الناخبة ولا شك أنه رئيس الجمهورية سيوقع على هذه الدعوة يعني أول شيء سقطت إقرار هيئة هيئة مراقبة الانتخابات ونحن اليوم هلأ على شفير التوقيع أو لا تعارض أو لا يعني بلشنا نوصل على شفير الهوية كما جاهزة إذا جاهز التعبير شو بتقول؟ بدك تنتر المخرج اليوم كيف حيرقي لك إخراج بكرة مين يعني المخرج؟ أنه بكرة كيف ما يحرج لأنه نحن دائما سياسة الغالب والمغلوب المخرج عم بقول مش واقف علينا ياريته بإيده سلملي على إله لو بيخرج البلد بطمع بيخرج الحلقة كنا من زمين نخلصنا من نشك أستاذي لي خلينا نحكي هاك بحيثية هاك بسيطة جدا كنا عم نحكي عن جلسين جلسين هذا الجيب في الجنوب ما عليك سميته جيب لأنه جيب مسيحي ضمن هذا التكتل الشيعي في هذه المنطقة أي قانون يعني يمكن أن يعطي جلسين حقه في التمثيل جلسين اللي بيعطيها حقه بالتمثيل هي القانون اللي بيعطي كل ضيع الأطراف ومناطق الأطراف حقهم عندما يكون إلن وجود وأنماء متوازن لأنه اليوم شو بده جلسين أو كل الضيع أو كل ضيع مناطق الأطراف نسميها اللي بعيدة عن بيروت من شو محرومي؟ صار فيه نزوح بغض النظر مين بمثل جلسين؟ ومين؟ أي طاق فيه أي طاق فيه أي شيء اليوم أنت بدك ترجع الناس على ضياعه وعلى كوراها جلسين قضاء فيه خمسين خمس وخمسين ألف نسمي بيتموا إلى هذا القضاء مش ممكن فيه أكتر من أربع خمس تاريف فيه ضياع عم بتسكر ونحن ما عم نقول هذا الموضوع بس عنا بجلسين موجود نحن بنعرف أنه موجود بكل مناطق الأطراف اليوم هود الكرة بحاجة أولاً لفريق سياسي يجي لقيلهم طريقة أولاً للمحفاظ على المزرعين الموجودين فوق والشباب اللي عم بيتخرج وعم ينزح نحو بيروت للتحصيل العلمي ثم يهاجر للبحث عن وظيفة أمن له جامعات عنده بمناطقه وخفف الضغط عن بيروت المركزية وأمن هذا الشاب عندما يتخرج من جامعاته أنه يلاقيه شغل ويدل بأرضه ويدل بمنطقته وهونيك العديد من المشاريع اللي ممكن تنترح على هذا الصعيد صدقني بيفيد أهل جزين أكتر ما قلوا لأهل جزين شو بدي أعملك أنا إن كنت بـ 8 ولا إن كنت بـ 14 ويخذك على شعاراتهم طب عم تحكي عن وكأن عم تحكي عن برنامج ما قبل ما أقول إذا اسأل هذا السؤال إذا كنت مرشح أولاء ضمن هذا البرنامج قل لي شو مثلاً من المفيد أن يجري فيه جزين شو هو المخطط التوجيهي اللي بدك تسلكه أو يعني العنصر الجديد الذي يريد أن يدخل إلى البرلمان أن يسلكه كان عندنا جامعة بجزين جامعة تكفر فلوس اللي بنها الرئيس الشهيد الله يرحمه رفيق الحريري كان فيها مستشفى طبي وجامعة طبية اليوم إذا قعدنا وجود جامعة في منطقة جزين وفيه أراضي وفيه مشاع كتير بيسمح لإقامة الجامعة أمنت أنت هالطلاب بل لما ينزحوا نحو بيروت بقيوا بيه مناطون بقيوا يقرب على بيوتون وجبت كمان من بره طلاب خلقت حركة اقتصادية حولها لهذه الجامعة من بعدها فيك تعمل كتير مشاريع أنك اليوم أنت تطلع شركات تعطيها حوافز ضرائبية حوافز استثمارية كبلديات وتيجي تقلع استثمري بمشاريع في مناطق جزين لأنه فيه أراضي كتير للمشاع ما حدا عم يستعملها ما فيه كتفي سكانية ما فيه تواصل سكاني المنشوفه بالمثل مثلا اليوم نوصلت انتلياس بكفية ما بقى فيه أرض موجودة كلها بنيات مع أنه من 20 سنة ما كان الوضع حي اليوم لا بيجزين تطلع إذا بدك من كفر فلوس لأول ضيعة يمكن روم لا تلاقي لك بيت بيتان على اليمين والبيئة كله أراضي شاسعة طبعا أنه هاي فيه نيانس كتير أسر ما بتفقد هذه الأرض هويتها الطائفية والمذهبية لأن فيه مشكلة عطول الأرض ما هي اليوم فئدة هويتها لما ما بقى فيها بشر بينما إذا فتحت فرص عمل هويتها المسيحية اللي حتعمل فيها بالعكس عم تتكثر وعم تتنامها وعم تتزوج وعم تجيبوا أولاد وعم ترجع على بيوتها صار اللي عم يجيك من بيروت عم يجي ويرجع على بيته بس ابن جزين صار عم يقعد فوق ما عم ينزل على بيروت لأنه اليوم نحنا عم نحكي عن قضاء فئد هويته اليوم عم تحكي أربع تلاف زنم يمكن فوق والباقي بيطلع وقت للتعازي ولا وقت لأجورة ولا وقت المناسبات قضاء فاضي يعني كله قاعد ببيروت أو كله هاجم هايدي مسئولية النواب والمرشحين إلى الانتخابات مسئولية الدولي كدولي مسئولية اليوم الدولي ما من شو مقلفي الدولي شو هي الدولي اليوم من ناس بتشتغل بالنيابي من ناس بتشتغل بالبلديات من ناس بتشتغل بالمخترة من ناس بتشتغل بالوزارة من ناس بتشتغل بالقيادات العسكرية والأمنية هايدي مقلفي منها الدولي إذا كل واحد لعب دوره ضمن أي موقع إجا لعنده باعتقد بيكون عم بيقدر يحقق شي على الأرض بوقت نحنا ما قادرين عطول نقل له الأهل جزين شو فيه مثلا شو بده يسير بسوريا يخيي أنا بعطيه هذا الحكي خمس دقاية وبعطيه تحليل أكليمي عشر دقاية بس بالنتيجة هذا بده يأكل ويشرب وهذا بده بالأخر يأمن مورد رزق هذا عم بيضطر يبعت ابنه على بيروت من بعده عم بيخسر ابنه يروح ابنه على الخليج إذا خلونا ندلنا نروح على الخليج إن شاء الله وأو يروح لبلاد الغربي هذا عنده معاناة تشبه كل معاناة ضيع وبالذات لطرق يعني بفهم من حديثك إنه هيدا مشروعك الانتخابي بس هك أنت مرشع للانتخابات خليني أزدت هيدا السؤال لنشوف هل في قانون انتخابات لوحد يقول مرشع أنا بقول لا أنا بقول هيدا مشروعي كأنا ابن جزين وبحب هالمنطقة هلأ اليوم إذا بدك في موسم وبالموسم الناس هي بتحب بتحطك بمكان ما معين أو الناس هي بتحب إنه تركب قصص هيدا بتعود لألا بس اليوم إذا واحد ابن منطقة ما وقادر سار عنده الرغبة والقدرة لأنه اليوم ما بدك بس رغبة بدك القدرة إنه يقدر يساهم بدور ما لتسخير خبراته وقدراته في مساعدة بلدته لا لا بغض النظر واليوم أنا برأي إذا واحد حقق هدف ما إن كان بندوي ونيابي ولا لا بلاقي حال وبلاقي ساتيسفاكشن بلاقي قناعة ذاتية ونحن اللي سفرنا وتغربنا يعني نوصل لمناطق بالعالم مش نقصنا أنه والله لنعمل هيك لتزيد على رصيدنا أو إنجازاتنا عظيم خليني نروح إلى الصحافة العربية ومن هناك أدخل إلى أشأن السوري كتبت رغبة درغان في صحيفة الحياة مقالة بعنوان أوباما متمسك بلاءاته الثلاث في الأزمة السورية فأجواء منطقة الشرق الأوسط مفعمة بضجيج دق تبول الحرب المدمرة بين السنة والشيعة وهي حروب بالنيابة عن إيران ودول في مجلس التعاون الخليجي ساحاتها الشرق أوسطية بامتياز انطلاقا من سوريا وما في أذهان قيادات المنطقة وشعوبها سؤال أساسي يطارد الإدارة الأوبامامية الثانية مهما حاولت الظهور بمظهر المهروي البعيدا من المنطقة والسؤال هو ما هي استراتيجية الأمريكية البعيدة المدى نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهل الإدارة الحالية حقا بريئة من صنع الحروب المذهبية بين السنة والشيعة أم أنها في واقع الأمر ضليعة في صنع هذه الحروب ما إيه لي كنا عم نحكي عننا نحن ما هذا الموضوع تناولته راغدة درعان شو رأيك السيد سعيد إذا نحن بدنا نجي نحكي بالملموس اليوم ما في شك أنه النظام بسوريا بدأ يفقد هامش المناورة اللي كان يملكه أول ما بدأت الأزمة بدأ يضيق عليه الخناء بس أنا بلاقي أنه هوني في نافذة إيجابية بوقت كنا نشهد تنافس سوري أمريكاني لأنه كان الروسي مصر على بقاء الأسد بوقت كانوا الأمريكان والدول الغرب عم بقولوا لا بدنا نغير النظام أنا بلاقي اليوم في تغيير بالخطاب إلى توافق روسي أمريكي على تغيير النظام بس على مفاوضات ما هو البديل على البديل إذا منيجي منلاقي التطورات اللي عم تصير على الأرض كلها تشير وتؤشر إلى أصبح هناك توافق أو قناعة روسي صيني أمريكي دولي أنه بوجود تغيير هذا النظام بس الأفريقاء إذا بدك ما بدنا نقول صاروا مختلفين أو الهداء عم بيفتشوا على ما هو البديل عن هذا النظام خاصة أنه عندنا مشكلة بالمعارضة السورية ما عم تقدر تتوافق أو تتوحد برأي واحد وبصوت واحد نتفرز حالة هي المحاور الوحيد لفرض بديل عن نظام السوري البديل الذي يؤمن الاستقرار لدول الجوار ونحن طبعا دول الجوار ما بقصد لبنان نحن الحلقة الأضعف بس في دول الجوار يعني المعارضة أول شيء لم تتوحد مش عم تقدر تمرهن أنها هي البديل وآخر شيء ربما يكون آخر استحقاق أنه أرجعت موعد نعم انتخاب رئيس الحكومة وحكومة حكومة ظل نعم هذا هو الإطار طبعا طبعا هناك يعني ضعف المعارضة بتوحدها وبجمعها على الخطوط العريضة اللي قامت عليه اللي عم بيعطي النظام مجال آخر للمناورة أو البقاء عليه أنتل بس لغاية لحين إيجاد البديل بس عاصم خلني نروح إلى الصحافة الدولية كتبت واشنطن بوست تحت عنوان كيري يعلن توسيع المساعدات الميدانية للمتمردين السوريين لكن من دون الأسحة كانت بريطانيا وفرنسا تنتظر تخفيف حظر الاتحاد الأوروبي على نقل الأسحة إلى سوريا التي من شأنها أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الشروط الجديدة تسمح لأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة غير الفتاكة والتقنية لحماية المدنيين السوريين ويبقى لكل دولة عضو أن تقرر شكل مساعدتها وأشار مسؤولون بريطانيون وفرنسيون إلى أن دعمها لقوات المتمردين قد تشمل أيضا التدريبات خارج سوريا بالتنسيق مع الحلفاء أيضا في أشأن السوري وإمكانية تسليح أو لا تسليح المعارضة استيس فادي إذا ما نلاحظ نحن في حدث صار مهم بالشرب الأوسط أنا برأيي لعب دور أساسي بتغيير نظرة الدول إلى مستوى الدعم اللي بدوني أدمون للمعارضة السورية الحادث المؤسف اللي صار ببنغازي ورح ضحيطه السفير الأمريكي اللي هو الساهم بتحرير ليبيا من الطاغية ومن الدكتاتور لأنه فيه رأي عام برا في دول وحكومات تحترم رأي عام ما فيها تتخطى أنه نحن جينا وجبنا ربيع عربي وساهمنا وهذا السفير هو اللي كان مقدم بتحرير الشعب الليبي من الطاغية وأول مسكين راح ضحية عمل شغب ما شغب لمسنا تدريجيا تغيير على الأرض بطريقة التعاطي مع المعارضة هل منسلحها بمواد غزائية ولا بمساعدات إنسانية ولا منروح على موضوع السلاح واليوم على هالتوازن الموجود بسوريا طبعا النظام أثبت أنه لم يعد يسيطر على كل الأراضي السورية وكل يوم يخسر مواقع لمصلحة المعارضة على الرغم يطلع أصوات إعلامية من عنده تؤكد أنه ما زال الأكثرية وما زال يحتفظ بالعدد الأكبر من الجيش بس ما زال في حلقة مفقودة هي الدول الغرب لا تريد أن يذهب هذا السلاح إلى أيادي سوف تنقلب عليها فيما بعد خاصة بعد التجارب المرت فيها من 30 سنة إلى اليوم عظيم الوقف الأخير مع سر اليوم اختارنا من صحيفة النهار تساءل مسؤول كناسي في مجلس خاص لماذا يظهر بعض السياسيين غيرتهم على حقوق المسيحيين من خلال قانون الانتخاب في حين لم يظهروها زمن الوصاية السورية حين كانت لهم كلمة نافذة هل توافق هذا المرجع الكنسي بهذا الوصف طبعا هناك أخطاء كثيرة ارتكبناها خلال الويصاية السورية ونحن ما نعترف في أوقات أنه ارتكب خطأ اعترف بالذن الفضيلة بس أنا مش هون ما بتوقف عن هون أنا بتوقف عند الناس المزالت تمعن بارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبت أيام الويصاية لم نتعلم من تلك الأخطاء ويجب يعني أنه أن لا نكررها يعني عندي أنا نكتي دايما بترحها بهذا الموضوع مثل واحد كان مجوز مرته 30 سنة وخيه يقول له يا أخي هالمرة ما بتسوى هو ما صدق ونهار اكتشف ما بتسوى طلقه اكتشف تن يوم أنه خيه تجوزها راح يقول له لك يا أخي ما صالك 30 سنة بتقول لي ما بتسوى كيف تجوز تقول له هلأ أنا صالك 30 سنة ما عمحظ أنا تجوز في أخطاء ارتكبة أيام الوصائي نرجو من الزعماء المسيحيين قبل الغير المسيحيين ما يتجوز أن لا نعيد تكرار ضيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية الأساس إلي رزق أنا بشكراك أهلا وسهلا فيه مشاهدينا الكرام تها وقت البرنامج تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtv.com إلى اللقاء اشتركوا في القناة